اشتباكات وصفت بالأعناف منذ بداية الاقتتال في السودان انتلعت فجر الخميس بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطومة باستعمال أسلحة ثقيلة ومتوسطة في محاولة يسعى فيها الطرفان إلى السيطرة على المناطق المحادية للقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش الاشتباكات العنيفة تزامنت مع تأكيد الجيش السوداني موافقته على مبادرة منظمة إيغاد لتباحث مع الآلية الثلاثية حول تمديد الهدنة لأسبوع تبدل قوة المسلحة موافقتها على مقترح الإيغاد انطلاقا من مبادئ الحلول الإفريقية لقضايا القرى ونأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات الهدنة المقترحة هدنة تأتي وسط تبادل تهم بين طرفي الأزمة بشأن الخروقات التي تم تسجيلها منذ بدء الاقتتال ونسف الهدن وفق عليها الفريقين الذين يتسابقان للإعلان عن بسط السيطرة على مدن الخرطوم مازالت قوتنا تسيطر على 90% من مدن الخرطوم الثلاثة وتؤكد التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية المعلنة وتنبه إلى أن التزامها بالهدنة لأغراض إنسانية فقط مواجهات اليوم التاسع عشر من الأزمة السودانية تأتي تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش عن أسفه من فشل الهيئة الأممية في وقد الأزمة وإقناع البرهان وحميتي بالجلوس إلى طاولة المفاوضات ترجمة نانسي قنقر